يلا نمشي يا رميس بقى كده يا حلا بتمشي مع رميس وتسابيني سلام عليكم ازايك يا ماما وعليكم السلام اهلا اهلا حلا مين هانا اختك مجاتش معاكي ليه لقيتها تأخرت في المدرسة يا ماما سبتها ومشيت سلام عليكم ازايك يا ماما وعليكم السلام اهلا يا حلا اهي جات على طولة هي يا حلا ما تأخرتش ليه قلت لي تأخرت انت سبتيني ليه ومشيت يا حلا ما استنتينيش ليه مش قلتلك استنيني نمشي مع بعض انت تأخرت في المدرسة جوة لا انا ما تأخرتش انت سبتيني ومشيت مع صحبتك رميس انا مش عارفة انت مساحبها ليه ايه مساحبها ليه دي ما انت كمان مساحبة فريدة وعولة ايه ده ايه ده انتو هتتخنقوا هنا قدامي كمان ولا ايه فلاص يا هانا انت رجاي مع صحباتك وهي كمان ترجع مع صحبتها مش عايزة مشاكل ودوشة يلا اطلقوا على قددكم غيروا لبسكم مشاكل البنات مش بتخلص علان نعم يا هانا عايزة ايه؟ ما تبقش بقى تيجي تشتكيلي وتطلبي مني اي حاجة في المدرسة عشان تبقي تفضلي صحبتك علي هقولي بقى ان انت بتغيري من رماس انت مجنونة انا هغير من رماس ليه؟ صحيح عقلك صغير انا عقلي صغير طيب انا هبقى اقول لي ماما سلام عليكم ازايك يا بها؟ وعليكم السلام اهلا يا حسين البنات رجعوا من المدرسة ولا لسه؟ رجعوا وطلعوا قددهم يغيروا لبسهم عشان ينزلوا يتغدوا غير لبسك انت كمان وانا هحضر الغد يلا يا بنات حضروا معي السفرة الاول عايزة اقولك حاجة يا ماما انا بتقول علي عقلي صغير على فكرة يا ماما انا مقصودش كده وبعدين بقى انتو الاثنين مش هنقلص من الحوارات دي يلا خدوا الاطباق حطوها على السفرة حاضر يا ماما حاضر يا ماما سيدي يا سيدي على ريحة الاكل الجمدة تسلم ايدك يا بهن بالهانة والشفرة يا حسين يلا كله يا بنات ايه يا بنات ملكم سكتين ليه كده ما ابدا يا حسين انت عارف بيرجعوا تعبنين من المدرسة مش كده يا بنات طح يا ماما انا شبعت هطلع قطي انا كمان شبعت هطلع قطي قبل هانة والشفرة يا حبيبتي علاء انت هتبدالي تلعب بالموبايل كده ومش هتذكري لا مش هذكر ذكري انتي يا بنتي ذكر لابك على الموبايل ده مش هينفعك اصلا الامتحانات قربت خلاص ما تضيعيش وقتك يو يا هنة فصلتيني وفلي نصايحك لنفسك انا صحيح مش بذاكر مذاكرتك بس في الآخر بذاكر قبل اللي امتحنت بوقت بسيط وبجيب الدرجات النهائية ماشي يا حالة براحتك خليك كده بس يا ريت بقى تلعبي من أفير صوت عشان مش عارفة ذكر من صوتك يا سليم طبعا دلوقتي انا اللي هقف في طريق نجاحك ودفوقك مش كده ذكر وانتي سكتة يا هنة ماشي براحتك يا حالة هذاكر دي رماس الو ازايك يا رماس اخبارك ايه هي كانت نقصة ريماسدي كمان ايبا ايبا فعلا عندك حق شفتها يا حلق مش عارف اذاكر وطي صوتك شوية صوتك عالي قوي اقولك اخرج اتكلمي برا احسن يوه مش هنخلص بقى بقولك ايه انا عايز اتكلم برحتي على سريري طيب ممكن تنجزي في المكالمة عشان عايز اذاكر انا هتكلم برحتي وانا قاعدة هنا لو مش عاجبك اطلعي انتي برا او استني بقى اما خلص مكالمة معاها طيب انجزي انا حنزل اجيب عصير من تحت يا ريتم مطلع تكوني خلصت التليفون ايوه يا بنتي معلش كنت بتكلم مع انا اختي بقولك ايه انا هفتح اللابتوب ونلعب رابلوكس مع بعض يلا يا رميس اختار المابل اللي هندخلها ادخل انتي وانا هدخل وراكي يلا ايه ده انتي كمان هتلعبي لا ماينفعش كده خالص انا عايزة اذاكر عايزاني اعمل لك ايه يعني اطلقي زاكري برا دي مش طريقة دي انا هقول لماما وبابا بابا ماما شوفوا حل مع خلا بقى في ايه بس يا حبيبتي في ايه يا هنة حصل ايه تاني من اول ما تلقنا القوضة وهي مسكة الموبايل وفضلت اقول لها زاكري مش بتزاكري ودلوقتي بتتكلم مع رميس صاحبتها وبتلعب معها رابلوكس على اللابتوب طيب وانت زعلانة ليه بس عشان بتتكلم مع صاحبتها ولا عشان مش عارفة تزاكري اللي اتنين يا بابا صاحبتها دي اصلا مش مظبوطة ومش كويسة وانت عارف يا بابا الصاحب سهب يعني ممكن تتعلم منها حاجات كتير وكمان مش عارفة اذاكر ذهبت وهزار وهزار وده لا لا يا هنة انا حاسس ان انت متحملة شوية على رميس انا شايف ان البنت كويسة ومقدبة على فكرة يا بابا انتو شايفين اللي هي عايزكم تشوفوه البنت دي بتمثل عليكم كلكم طيب وبعدين بقى هنحل موضوع المذاكرة ده ازاي هنكل شوية احل المشاكل بتاعتكم خلاص احنا ننقلك قدتك في القده الزيادة اللي فيها الكراكيم هنضفها وراء التبع ونقلك سريرك وحكتك فيها وتبقى كل واحدة لها قده وما نوجهش تبغرب المشاكل دي تاني انا شايف ان دي فكرة كويسة من بكرة هنقلك القده بتاعتك اسبري بس اليوم ده ويعدي وبكرة ان شاء الله هعمل لك كل اللي انت عايزان وهتذكر برحتك يا ساتي ومن غير دوشة على العموم انا برضو حذرتكم من ريماس دي وما فيش حد بيسمع كلامي برحتكم بقى انا طلع ذكر على فكرة يا حسين احنا المفروض ناخد كلام هنه بجد شوية هي اكيد شايفة في البنت اللي اسمها ريماس دي حاجة احنا مش شايفينها يا مهى ما تكبرش الموضوع وعلى العموم انا هشوف موضوع ريماس ده اما اطلع انام بقى عندي شغل الصبح بدري وانا مرتحتش من بعد ما جيت من الشغل وانا كمان هطلع انام انا برضو مرتحتش من الصبح حلا حنا يلا يا بنات اصحوا يلا يا حلا يلا يا هنة يلا يا بنات يا حلوين المدرسة صباح الخير يا ماما صباح الخير يا حبيبتي يلا يا حلا اصحي صباح الخير يا ماما هو النهار لحق يطلع مش كان يستنى شوية الليل يلا بلاش كسل يلا يا بنات اللانش بوكس جاهزة كل واحدة تاخد بتاعتها تحطها في الشنطة حاضر يا ماما حاضر يا ماما صباح الخير يا بنات يلا تعالهم واصلكم المدرسة في طريق انا هروح الشغل بدري النهاردة ماشي يا بابا احنا جاهزين اهو طب يلا اصبقوني على العربية سلام يا ماما سلام يا ماما مع السلام يا بنات يلا سلام يا مهة ولو عايز حاجة تكلميني سلام عليكم وعليكم السلام مع السلام يا حسين اقولك ايه يا حلا هو انت مش زهقانة طبعا زهقانة وزهقانة جدا كمان طيب ما تيجي نمشي ونسيب الحصة نزوق يعني ازاي يعني يا رماس هنعمل ايه انا هقولك انا هقول للميس ان انا عايزة روح الحمام واخرج وانت كمان تقول لها انا عايزة روح الحمام يا ميس وما نرجعش الحصة تاني ماشي يا رماس فكرة كويسة لو سمحت يا ميس بعد اذنك ممكن اروح الحمام ماشي يا رماس اتفضلي روحي الحمام وما تتأخريش بعد إذنك يا ميس ممكن نروحي الحمام؟ ماشي يا حالة روحي الحمام ما تتأخريش حاضر يا ميس برافو عليكي احنا كده زوغنا من الحصة هنعمل ليه بقى؟ تعالي ناخد حاجة نشربها وننزل نتماشى نروح للمسرح ننزل للملعب المهمة ما ناخدرش الحصة بقى عشان وجع الدماغ ده انا زهدت من الشرحة اصلا طيب ماشي يلا بينا تعالي بقى نروح للمسرح عشان مفيش حد يشوفنا واحنا وقفين هنا يعرفوا ان احنا سايبين الحصة بقى كده يا حالة سايب الحصة بتاعتك واحدة تلعبي مع رماس ازاي تصعبت على البنت دي انا مش عارفة رماس دي هتوصلك لحد فين يا حالة بابا ماما عايزة اقول لكم حاجة خير يا انا يا حبيبتي عايزة تقولي ايه اكيد جاية تشتكي من حالة ايوه النهار ده حالة ورماس شفتهم بيلعبوا في المدرسة وصايبين حصتهم وطلعين ونزلين ونزلين وطلعين يا بابا طيب اما نادي عليه يا حالة حالة نعم يا بابا حضرتك عايزني ايوه يا حالة صحيح الكلام اللي انا سمعته ده انت ورماس صاحبتك كنتوا سايبين الحصة وعدين بتلفوا في المدرسة وبتلعبوا انا؟ لا ابدا يا بابا ما حصلش اكيد هانا اللي قالت لك كده على فكرة كدابة متصدقهاش يا بابا بس انا مش كدابة يا حالة انت اللي بتجدبي يا حالة لا انا مش كدابة وبقول الحقيقة خلاص خلاص يا هانا انا قلتلك سيبي اختك تعمل اللي هي عايزها وانت كمان يا سيد تعمل اللي انت عايزها وانا متأكد ان هي مش هتجذب ممكن يكون كان عندهم حصة احتياطي المدرسة مش موجودة في الفصل خرجوا برا الفصل ايه المشكلة بقى كده يا بابا حضرتك برضو مش مصدقني انا عارفة انك انت طول الوقت بتصدق حالة عشان استغيره انا غلطانة فعلا انا طلع قطي يا هانا يا هانا ينفع كده يا حسين يلا يا حالة اطلع لقطك انت كمان دلوقتي ماشي يا بابا احسن حاجة بابا وماما عملوها ان هم عملولي القوضة دي عشان اذاكر برحتي وبقى فيها الواحدي خيرا ارتحت من هنا كل شوية تقول لي مش عارفة ذاكر مش عارفة ذاكر ألعب بابا برحتي على الموبايل ولا بطب من غير ما تزعجني عايز اعرف حاجة يا حسين هي هانا هتستفيد ايه اما تجذب وتقول ان حالة عملت حاجة ما عملتهاش دي غيرة يا مهة انت عارفة حالة صغيرة وممكن تكون هانا شايفة ان احنا بندلها زيادة او جايز تكون عايزة تحس ان هي الكبيرة وتقول لحالة تعمل ايه ومتعملش ايه احنا مربناش البنات على كده يا حسين لا على الكذب ولا على الغيرة انا حاسة ان هانا مش بتجدب وكلامها كله صح طيب يا ستي هنصبر يومين ونشوف ايه لها يحصل اما بعدناهم عن بعض وكل واحدة فيهم بقت في قوضة هي المشاكل بتخلص يا حسين لا خلاص انا متأكد انك مش هتلاقي المشاكل التفهدي تاني يلا كل واحدة تاخد اللانش بوكس بتاعتها يلا يا بنات اسبقوني على العربية عشان اوصلكم لا يا باب انا اتفاتي مع صاحباتي يا بابا حسين واضح ان هانا زعلنا منك اما ترجح هبقى صالحة انا هوصل حلق انا من دلوقتي ماليش دعوا بحلق ولو شفتها بتعمل ايه مش هتكلم خلي بابا وماما بها طول الوقت مصدقينها على جميع طالبات المدرسة الاستماع جيدا فيه اعمال تخريبية بالالوان على ابواب الفصول والحمامات اللي عمل كده عايزة اقول له انه هيتعاقب هيقاب شديد واكيد هنعرف مين اللي عمل كده والاعقاب ممكن يوصل للفصل من المدرسة انهائي انا حذرتكم اللي عمل كده يعترف ويعتذر ويتحمل تكاليف الاصلاحات وادارة المدرسة هتسامحوا وإلا هيتفصل من المدرسة انهائي انا حذرتكم علا سمعت المديرة بتتكلم بتقول ايه ايوه سمعت بس هيكون مين اللي عمل كده انا يا حلق يا بنتي لايه يا ريميس عملتي كده ازاي ابدا معايا سبري في الشنطة ورشيت على الحيطان والأبواب طيب انتي مش خايفة من الكاميرات اللي في المدرسة هو انتي فاكراني غبية ولا ايه انا اصلا رشيت الكاميرات نفسها من غير ما ظهر في الكاميرا يا سلام ومن غير ما تظهري في الكاميرا ازاي بقى كنت لابسة ماسكة على وشي طبعا لا انتي دمائك شغالة انا لازم اتعلم منك يا ريميس انتي مجرمة بجد بسيطة قوي اعلمك وديكي خبراتي بس انتي خليكي معايا طول الوقت ماشي انا معاكي من دلوقتي طيب بقولك ايه اليوم الدراسي النهاردة طويل وممل ايه رأيك نزوغ برا المدرسة خالص ايه ده نخرج برا المدرسة طيب هنعمل كده ازاي عادي هنستأذم من المستر واقوله ان انا هروح الحمام وبعد شوية انتي جمان تقولي له هروح الحمام يلا بس تعالي ورايا وانا هقولك اه لو سمحت يا مستر بعد اذنك عايز روح الحمام اتفضلي روح الحمام يلا انا هروح وتعالي ورايا بعد اذنك يا مستر هروح الحمام ماشي اتفضلي روح الحمام قولي لي بقى هنعمل ايه تعالي ورايا وانا هقولك نخرج ازاي ايه ده هو احنا هنط من على الصور ايوه اكيد طبعا همال هنطلع بره ازاي بس انا مش بعرف بسيطة انا هساعدك انا بعرف اطلع لوحدي انا هسندك بايدي وانتي نوطتي ماشي يلا حاولي تطلعي يلا يا رميس نوطتي بسرعة انا خايف اقف هنا لوحدي ما تخافيش يا بنتي ثانية جايلك اهو يه احنا دلوقتي بره المدرسة هنروح فين تعالي معاي هنقعد في مكان حلو قف صفتي بقى قرقتك بره المدرسة خالص وارتحنا من اليوم الممل بتاع المدرسة انا مبسوطة قوي خلاص اليوم الطويل الممل نبقى نزوغ من المدرسة بدل ما نفضل قاعدين وزهقانين هو البنك اتأخر علي في تحويل الحسابات ليه كده انا لازم اروح البنك بنفسي تعالي بقى نفتح الموبايلات ونلعب راب لوكس انا تفرجت عليه على التيك توك وانا كمان متابعة الصفحة بحب اتفرج عليهم قوي هي مش دي حلة بتعمل ايه هنا يا خبر ريميز دي عربية بابا يا ربي ما يكون شافني انا هرقى استخبه طيب استنى يا بنتي انا جاية معاكي ايه دا هي راحت فين دي كانت هنا معقول طب جايز تهيقات اصلي ايه لا هيخرج حلة دي الوقت من المدرسة باب المدرسة بيتقفل وما بيتفتحش غير وقت الخروج اكيد دي تهيقات انا لازم اشرب في نجان قهوة يفوقني الحمد لله مشي من غير ما يشوفنا احنا كده لقينا حالة لليوم الممل في المدرسة ما عنديكيش بقى طريقة ننجح بيها في الامتحانات من غير من ذاكر عشان انا بقرح المذاكرة طبعا يا بنتي هو انت فكراني بذاكر انا دايما بعمل ورق اغش منه في الامتحان هعلمك الطريقة وتعلميني ليه ابقى اعمليلي ورق معاكي وبقى اشتريه منك غريبة قوي هي حالة فين انا طول اليوم مش شايفاها في المدرسة رقى نعم يا حانا هي حالة فين انا ما شفتهاش طول اليوم هي حضرة اول حصة وطلبت من المسطر تروحي لخمام وبعد كده ما شفتهاش ولا هي ولا رماس ايه ازاي يعني طيب شكرا يا رقى طبعا انا لو قلت لبابا وماما على اللي حصل ده هيحصل مشكلة ومش هيصدقوني طلص بقى انا مش هقول انا ماليش دعوة عشان ما كدبونيش تاني يا حضرة المديرة انا عرفت البنت اللي عملت التخريب ده في الابواب والحممات مين مين يا رهف البنت اللي اسمها ريميس معاها نفس المسك اللي البنت لابسها في الكاميرا معقول بقى كده يا ريميس بترش الكاميرات ولابسها المسك عشان ما فيش حد يعرفك بس خلاص عرفتك وكمان يا ميس فيه بنت صاحبتها اسمها حالة بتمشي معاها دايما ممكن تكون مشتركة معاها ماشي انا هروح الفصل دلوقتي اشوفه وكمان مش موجودة في المدرسة انت وصاحبتك ماشي انا هعمل لكم استدعاء وليه امر عشان الاعمال التخريبية وكمان هروبهم من المدرسة هانا حالة نعم يا بابا معلش يا هانا يا بنتي ما تزعلش مني انا مقصدش ان انت بتجذبي لا يا بابا عادي ولا يهمك انا متعودة على كده متعودة على كده ايه بس يا بنتي انت حبيبتك كبير وحالة اختك الصغيرة لو عايزة تنصحيها انصحيها بالراحة مش كل شوية مشاكل وتتخنقوا مع بعض لا يا بابا من دلوقتي ما فيش مشاكل ولا اخنقات ولا اي حاجة هي في حالة وانا في حالة يا حالة نعم يا بابا انت خرجتي برا المدرسة النهاردة لا طبعا يا بابا هخرج ازاي ماشي يا حبيبتي يلا قولي الماما با تحضر لنا الغده نجعين ايه ده ده ميني اللي بيرن الجرس جواب استدعاء وليا امر من المدرسة غريبة قوي طيب وعملين اللي استدعاء وليا امر ليه ما يكونش فعلا البنت اللي انا شفتها على مش معقول انا هروح بكرة المدرسة وشوف ايه اللي حصل ايه الجواب اللي معاك ده يا حسين ده جواب من الشغل ولا ايه اه اه جواب من الشغل طب يلا شيل الجواب ده وانا احضر الغده حالا انا عارفة انك جوعت انت والبنات انا شبات الحمد لله هطلع زاكر بقى عشان عندي امتحان ماشي يا حبيبتي بالهنة والشفة وزاكري كويس حاضر يا مام وانتي يا حالا مش عندك امتحانات ولا ايه عندي طبعا يا بابا طيب مش هتذكر انت كمان زي اختك ايه طبعا هزاكر سلام عليكم ازايك يا حضرة المديرة اهلا وسهلا يا استاذ حسين اتفضل خير يا حضرة المديرة في حاجة بخصوص حالا والله يا استاذ حسين مش عارفة اقولك ايه بس حالا بنتك للأسف سلوكها الفترة الاخيرة مش مزبوط وكمان ما صاحبة بنت اسمها رماس بنت مستهترة ومش ملتزمة باي تعاليم للمدرسة بصراحة يا استاذ حسين عندك هنا وحالا اللي اتنين عكس بعض تماما هنا طالبة متفوقة وملتزمة وسلوكها طيب لكن حالا عكسها تماما وكمان الطالبة رماس هتاخد فصل من المدرسة اما حالا هنكتفي بالانذار عشان سلوكها لو ما تغيرش هتتفصل زي سحبتها فصل من المدرسة لا 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 يا حضرة المديرة اوعدك ان هي هتتغير وانا هاخد بالي من سلوكها كويس سلام عليكم ازايك يا مه البنات في اين البنات لسه راجعين حالا من المدرسة وطلع قدرتهم عشان يغيروا لبسوه يا هنة يا حالا نعم يا باب نعم يا باب مبسوطة بقى بلا حصل في المدرسة ده يتعملك انذار لسلوكك وبتزوغي من المدرسة دي اخلاق بنتي انا انا اسف يا باب وانت يا هنة ما قلتش لي ان هي خرجت برا المدرسة انا بصراحة يا باب انا بصراحة يا باب لو كنت قلتلك ما كنتش هتصدقني برضو وتقول علي كذابة وهتفكروا ان انا بغير من حالا لكن انا حذرتكم من نماز صاحبتها دي بنت مش كويسة معقول يا حالا انا مش مصدقة لانا باسمعوا ده بتهربي من المدرسة احنا علمناكي كده انا برضو ما كنتش مرتاحة للبنت اللي اسمها رماس دي لكن انا غلطانة ان انا ما صدقتش هنة انتي محبوسة في قطك وما فيش نزول تحت هنا خالص اتكلف قطك وتشرب في قطك وتذكر في قطك لحد بقى ما تتعلمي الادب فان ما شوف بقى درجاتك في الامتحانات هي اللي هتشفع لك وتخليني اسامحك درجاتي في الامتحانات يا دي المصيبة ده انا ما حلتش كويس وانتي يا هنة لو شفت اي حاجة غلط بعد كده تيجي تقوليلي على فكرة يا باب انا مش بغير من حالة دي اخت الصغيرة بحبها وبخاف عليها ما كنتش عايزها تعمل حاجة غلط ابدا ما تزعلش يا هنة انا فعلا كنت غلطان واي حاجة غلط تشوفيها تقوليلي عليها على طول حاضر يا باب عايزة مني ايه مبسوطة باللي عملتيه سبيني بقى وطلع انا ما عملتش حاجة مشاكلك هي اللي عملت كده ووصلتك لكده على فكرة انا مش بغير منك ولا حاجة انتي اخت الصغيرة بحبك وبخاف عليك ونصحتك انك تبادي عن البنت دي البنت دي مش كويسة وعايزة كل اللي حواليها يبقوا زيها المديرة عملت استدعاءة وليه امر وفهمت بابا كل حاجة غير كده ما كانش هيصدقني مهما اقولي انا عربت ان انتي ما كنتش في المدرسة وما ارضتش اقوله لانه اكيد ما كانش هيصدقني وانتي عارفة كويس ان دي حاجة غلط ايوه فعلا انا غلط وبعدين انتي مش ملاحظة ان في الفترة الاخيرة كن البنات الكويسين اللي انتي كنت تعرفيهم بعده عنك من بعد ما صاحبت اللي اسمها ريماس دي لا هم ما بعده عني عشان كانوا بيغيروا مني ومش بيحبوني الكلام ده اللي فهمته لك ريماس لكن البنات كويسين ومؤدبين بس انت اللي سبتيهم وصاحبت البنت دي لازم الواحد يختار الصديق الكويس المؤدب اللي دايما ينصحه بالاعمال الطيبة مش اعمال الشر زي اللي اسمها ريماس دي هي خلاص اتفصلت من المدرس انا عايزة بابا يسمحني بابا مش هيسامحك ولا يحس ان انت اتغيرتي غير ان ما تجيبي درجات كويسة في الامتحانات خلاص انا هزاكر واتغير عشان بابا يسمحني